مساء النور والهنة على أحلى جمهورنا في البداية عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين فدحت له أبواب الجنة السمانية يدخل أيهما يشاء وسنة تحية المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي رقعتين وفي اللفظ الآخر فليرقع رقعتين قبل أن يجلس وعايز أقول لكم أنتم وحشتوني جدا 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 ويلا بينا نشوف حلقتنا النهاردة بتقول إيه مر يومين وحلقين بتتبع نفس الإسلام مع الزم تقرب له وتدي له الآمل وفجأة باد وتلوع معها ما تنكرش إنه كان وحشها جدا وبتخاف لما تقرب منه لأنها كانت بتحس بالضعفه قدامه لكن ذكريتها أبشع وأسوأ من إنها تنسى كل حاجة فجأة وتتعمل مع بحب كانت عارفة إنها بتعذب نفسها قبل ما تعذبه معها كانت قاعدة في الجنينة بتبص للصراحة الجديدة اللي لما البنوها ما كان للصراحة القديمة غمضت عينيها بحز وهي حاسة إنها لو وعته بطريقتها وخصوصا إنه خلق كل في السراية يعمل لها ألف حساب وبالذات ربح وريم وبعد ما عارفت إنه خل مجدية تتنازل عن كل حاجة كانت ملك الولدها باسم حلا وكمان كل حاجة باسم عمها وهو وفق وطردهم من البلد لكن ما كانت شفار حنب ده هي آه عمرها ما حبت عمها ولا ابنه لكن في الأول والآخر عمها وهي عمرها ما بصت لحاجة من أملاكه اللي دايقها هي بنت عمها فاطمة لأنها عارفة إن فاطمة طيبة وعارفت إن فاطمة هي اللي راح يتلعزم وترجته ينقذ حلا من إيد أبوها واخوها فاقت من أفقرها على صوت غنيمة اللي تكلمت بخوف مدام حلا ممكن أتكلم معك في كلمتين في يا خالة أبو سئدك بلش تقولي لعزم بي إن أنا اللي قلت لك الحقيقة أبو سئدك أنا والله ما كنت عايز أعمل كده بس الستة ربحة منها لله هددتني ببنتي وإنها تختف بنتها الصغيرة وتأهرها عليها صدقني يا بنتي أنا لو عليها والله ما فرق بس بنتي ملهاش حد وممكن يجرى لها حاجة دي صبرت كتير لحد ما ربنا رزقها ببنتها الصغيرة هو ممكن تموت فيها لو قرر لها حاجة أبو سئدك بلش عزم بي يعرف إن أنا اللي عرفتك ده ممكن يقطع خبري من الدنيا ما تقلقش يا خالة وبعدين أنت ملك الزم أنا عارفة ربحة مؤزية منها لله ما تقلقش وأنا ما قلت لهش حاجة ومش هقوله ربنا يا سايدك يا بنتي ويديك على قد قلبك الطيب ده والله إنتي طيبة وتستهلت تحطي في العين وعزم بالصراحة راجل ما في الزي كل البناء بيحتدوك علي بقولك يا خالة أنا نفسي بس بصة بالإشطر ممكن تعمليها لي طبعا من أنا يالتنين سبتها ودخلت المطبخ وحالة قامت تتماشى في الجنينة وهي بتفكر فيه وفي أيام هم سوا وهي بتفتكر ما كانت في شاقتها وبيعمل لها الأكل بنفسه الجو كان مغيم وبارد وخصوصا إنهم في شهر ديسمبر وجوشتها متقلب حست بقطرة المية على خدها رفعت رأسها وبصت للسماء اللي بدأت تمطر وهي وقفة مكانها متحركتش شهائت فجأة لما حست بي هتغذي برد يا فروليتي وحسيني أوي يا حالة مش كفاية بقى لحد كده أنا عايزة أخد برد أنا حرة انت مالك لسانك ده عايز أطع بس برد ما موت فيكي بحبك يا حالة والله العظيم بحبك أوي كدهب انت عمرك محبتني ولا انت أتعرف تحبي يا عظيم أنا عمري ما حبت حد أدك يا فرولة ولا عمري حبت حد زيك انت بقيت إدماني ومش عايزة تعالج منه لي يا عظيم أنا عملت فيك إيه وحش علشان تعمل فيه كل ده ده أنا حبيتك رغم كلام الناس عنك رغم إن كنت مصدقك كلام ده ده أنا من يوم دخلت السرية دي وما فيش حد قدر يرفع عينه فيه بسببك كل ما حد يجي جنبيه كنت تتعصق وتعمل مصيبة إزاي قدرت تشقي فيه رغم إني رفضتك ورفضت جوازنا يكون في السر قلت إني موفقة على صفوت وعلى مصطفى منظور وقلت إني مدورها عايزنا سمحك طب أمرت إيه يا عظيم علشان لحقتني من تحت إدهم ورجعت لورثي من أبويك طبع إزاي رجع قرمتي اللي اتمر مطت في الطراب إزاي أبص لنفسي في المراية ونردي عني بس إنت أخذت حقك مني يا حلا وانت بتعذبيني معك الفترة اللي فاتت وانت شايفاني هالجنن عليك وبرضو مرضتيش تسمحيني قلت سيبك على هواك لحد ما تهدي وانت برضو مش رحمني معك كفاية بقى علشان خطري ده نستحملت كتير حلا كانت بتفكر لكنها شائد بخضة لما قرب منها وأخدها في حضنه ريم وربحة كانوا وقفين في الشباك المطل على الجنينة وشافوا عزم لما دخل وهو وقف يتكلم معها رغم انهم ما سمعوش كلامهم لكنهم انصدموا من بجاحة عزم وانه مش مكسف حد يشوفه بالشكل ده رغم سنه هبته لكن قدامها بيكون وكأنه مراهق اول مرة يحب مندفع ومتهور ريم بصت لحلا بحقط وهي حسنها الاولى بقربه من حلا وفي الجنينة حلا بعدت عنه وهي مقضودة من مشاعرها وانه تجرأ بالشكل ده كيفا كده يا حلا انت عارفة اني بحبك وعمري ما حبت حد قد صدقيني هم اللي رتبوا كل ده علشان اشق فيك وعملي اللي عملت ده في لحظة غباء وتهور مني انا ما عنديش حاجة اهم منك حلا سمحيني بقى يا حبيبتي حلا هزت رسها بالموافقة عزم وسعينه بصدمة ودهشة وانه مش مصدق انها اخيرا سمحته حلا انت بتتكلمي جد انت سمحتين يا حبيبتي حلا هزت رسها بالموافقة وهي مش عارفة عاملك كده ازاي لكنها متأكدة من حبه لها انا بحبك قوي حلا لا ده انا بموت فيك عزم احنا في الجنينة ممكن حد يشوفنا عندك حق خلينا نطلع قدتنا لا استنى انا هدخل الاول ولما رنالك تطلع ماشي ايه شغلة تجر المخدرة ده بس ماشي انا راضي منك اي حاجة يا فرولة دحكت حلا بدلال وهي دخلت السرايا فصفر باعجاب ايه الجمال ده بس يا مزة حلا طلعت قدتها بسرعة وهي مش فهمة زي سمحته بسرعة كده يمكن لانه وحشها ويمكن تأثيره عليها قنقوي نفضت كل ده من رسها وهي بتقفل الباب ورها عزم دخل وقعد في المنظرة وهو بيبص للمطر رجع بص للموبايل بلهفة وهو سعيد جدا النهر ديت عنه اخيرا وبعد ازباه طويل كان هيتجنن فيه وهي بتتعمل معه بمنتهى الجفاء عزم لنفسه يارب كنا واتفرج عني لا لا بلاش تعزش من نفسك دي ممكن تنم أصلا وكل السم كملة اللي هي بتعمله ده نيجي لي سكتة قلبية فيها لا 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 بس هي كانت هادية وسكتة يعني راضي عني ان فجأة اول ما شاف الموبايل بيرين طلع قضتهم فتح الباب لكنهم بهر لما شافها وقفة قدامه في كامل شياكتها وكانت لابسة فستان حلوة جدا عزم ابتسم وفي بداية يوم مشرف عزم كان حاسس بالسعادة وانها قدرت تسمحه يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي كان عايز يشكر ربحها لها انها تسببت ان حلا تفكر في كل حاجة رغم ان الايام اللي فاتت كانت صعبة علي صباح الجمال ولي ياسمين يا فرولة صباح النور هزم انا عايز انام مش عايزة انزل دلوقت نمي يا حبيبتي ومتقليش انا جنبي حلا غمضتانيها ونامت وبعد كم يوم حلا كانت قاعدة جنبها الزم بيتفرقوا على التلفزيون وهي بتاكل فرولة ومركزة مع التلفزيون على عكس هزم اللي كان باين انه مشغول حلا بصت له بخوف وهي مركزة معه وملحظة تغير حالته سرحان في ايه حبيب بفكر في الشغل يا حلا وفي حياتنا من اول ما بدأت من اول كلام زفت اللي سمصفت عنك لحد اللي حصل يوم الفرح وصلت لقيه بقى لا ده انا وصلت لحاجات كتير قوي انت عارف يوم ما كنت اهرب معه وقال لي ان انت مطلع عني كلام مش كويس علشان كده كنت همشي بس لما فكرت غيرت رأي وقررت انها فضل موجودة وقتها تعصب قوي شش انسي يا حبيبتي هما تخفير كل واحد دفعت من اللي عمله الا ربحة ده حسبها تقيل قوي بلاش يا عزام بلاش تعمل حاجة تئزين مرة تعمق قريبها كتير وكلهم ناس كبار وزيهم زيها يهمهم الجهو المال بلاش تعديهم وانا هعرف تعمل معها ازاي والله وكده تبقي منجوزة رجل ولا حرمة علش ناس بحقك يا حلا ايه كيف مرة تتكلمي بالطريقة دي احسن لك وبعدين انت فكري اني ممكن ان سواد كل اللي عملت ده ده على قصتي لو انت شايفة نصغير اوي كده ومش هعرف اجيب حقك اتجوزتيني لي هزام انا مقصد شرزع لك والله انا بس خايفة لك منهم دون ناس شرانية انا مش عايزة اي حاجة في الدنيا غير انك تبقى كويس وكون جنبي ما تخافش يا حلا انا عارف ان هعمل ايه كويس اوي بس الفترة الجايحة يا حلا عايزك تكوني وثقفية وهو يلعب في دماغي فهمه اي كلام هيتقلك ممكن تكون ربحا لمدبره علشان توقع بنا وتستفرض بيك اياك تخرجي من الصرايا انا عايزك تفضلي تحت عنايا وانا مفهم الحرس يعمل ايه كويس يعني هي ممكن تعمل حاجة عزم ما كانش عايز يخوفها علشان كده ابتسم لا يا حبيبتي ولا تقدر تعمل حاجة وبعد ما تقلقش الصرايا فيها كاميرات في كل حدة كاميرات يعني القوضة هنا فيها كاميرات يا عزم ايوة طبعا يا حبيبتي من لازم اتمن عليك وانا في الشغل طب و مين اللي يقدر يشوفي كاميرات دي اكيد انا طبعا مش هحط كاميرات في قوضي 200 واسب حدير ابنا يعني انت شفت كل حاجة يعني مش كل حاجة لاني عند شغل لكن لما بتوحشيني بوضة تفرج عليك يا فرولة ولما بحس انك متغيرة والجنونا طلع بعرف اني في موصيبة حصل طب هي فين الكاميرات اللي في القوضة اكيد مش هقولك علشان تفضل تلب في حوالي نفسك وبعد ان ده انا شفت حاجة كتير قوي كنت هموت و تأكد منها يعني مثلا سهرك كل يوم وانتي مستنياني وبعدها تتشيكي وتلبسي احلى حاجة عندك ولما يجي تعمل نفسك مش مهتمية هلا فكرة هيبقى ولما تتجاسس علي بالشكل ده واللي انت عملتي مش هيبي حياتي بس وماله خلينا عواض اللي فات كله وبعد مدة حالة كانت بتجريف مكان اشبه بارضة زراعية بالليل في الظلمة وهي مش قادرة تاخد نفسها سمع اصوات كتير او وارها وشايفة شوالة نار سرخت فجأة وهي بتقوم من النوم غزبا عنها بدأت تعيط عزم ام فجأة بعدما سمع سوط سرخة ايه دي حالة في ايه كانوا هي مهوتوني دست عليها كأنها تقتلني يا عزاني كلهم كانوا معها ما تسيبنيش علشان خطري ايه دي يا حبيب تكابوس وما فيش حد هيقدر يقرب لك طول مانا جنبك ايه دي ما تخافش يا حبيبتي ما حدش يقدر يقرب لك منهم نمي يا روحي ما تخافيش ما فيش حاجة هتحصل وانها فضل جنبك حالة كانت بتنام فالا وفي صباح يوم جديد حالة صحيت من النوم فتحت هانيها وشافت قدامها عزام اللي كان نايم افتكرت اللي حصل بالليل وحسب بالحرق من كلامها وترجيها انه يفضل معها حاول التقوم لكنه فتح هانيها وبصلها طباح الخير يا حبيبي رايحة فين هقوم اخدش وانزل عندي شغل كتير تحت النهاردة وانت عزام غمد عيني وهو مش عارف ازاي وقايل وقادي فيها كأنها اغوته من اول ما شفها لحد ما تجوزه كل حاجة تغيرت فيه لا اول مرة يتعمل بالجنون ده معها هي كل مرة يفقد فيها سيطرت على نفسه معها سرحا في ايه حبيبي فيكي حاسس انها الجننة على الاخر بقولك ايه ايه رأيك تيجي معي العزبة النهاردة انا عندي شغل كتير وفي تاجر هيجي اخد محصول البرتقال وهيتأخر هناك ايه رأيك نروح نقضي اليوم في البيت اللي هناك بجد انا موافقة طبعا بس نزه انا من البيت هنا وعايز اخره خلاص تيبقي معي النهاردة وبعدين المكان هناك يجن طب يلا ام بقى لشن ننزل لاني واقع من الجوع وبعدين لو اتأخرت كمان شوية هنلاقي والدك باعت لنا غني مطلح هنا وهيفضلوا يلقى حالنا بالكلام والله على فكرة احنا عارف سنجداد يعني ان اصحاب راحتنا وانا عندي استعداد افضل هنا وليقدر يقومني يبقى يجي يفرجني هارف يا حبيبي بس علشان خطري خلينا ننزل لاني واقع من الجوع وكمان مش عايز افضل قعدة هنا وانا مش عارف انت هتمتي وتنزلي ليه ولا عجبك القرف اللي تحت ولا خلقت ربحة وحشتك ولا وحشتني ولا حاجة بس انا بقى عايزة افضل علشان اكون نشيطة وانا معي تب بقولك ايه ما تيجي النام عزام اتلم بقى انا يتقل اتلم ماشي يا حلا انا هعرفك اتلم ازاي انت مجنون والله بس بحبيك يا فرولة وبعد مدة حلا كانت قعدة جنب عزام بيفطره وهو بيأكلها كلاعدة رغم رفضها في البداية ورغم اعتردها المستمر انه ما ينفعش يعمل كده خصوصا انهم مش لوحدهم وهو والده موجود وبسبب اللي بيعمله بيتسبب فخجلها وحرجها منهم لكنه مهتم مش بكلامها واللي بيعمله في دماغه رب حائلت اللهم اطولك يا روح بقولك يا صفون انا مضيطة على وراء المشروع اللي ندخل معكم في شريكة عزام بصلها وركز معها اش مانا المرة دي بالزيد عايزة تدخل الشريكة في المشروع ده يمرت عمي اهو اشغل فلوسي معكم يا عزام ومشاء الله اللي معك بيزد ما بين قص عزام بصلها ورجع بصل حلا يلا حبيبتي كمل اكلك علشان نقرب انتو رايحين فين فيا يا ريم روحين للعزبة انا عايزة جي معكم ودلي ان شاء الله وبعد من امتى وانا بغدك معي في اي مكان عزام ام هو وحلا ماهتم مش بكلام ريم ورنة ومشدتهم سوا ايه ستوب لا هد هنا يا ترى ريم هتها ملء ماحلة وربحة هتسكت على اللي هم فيه ولا ايه اللي هيحصل ويا ترى عزام ما خطت ايه لنهاية ربحة فحاجات كتير هنعرفها في حلقتنا الجاية ايه استنونا والله وصل معنا لاخر الحلقة يعمل الشرق للقناة لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة